وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على من واله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد فيا عباد الله أوسيكم ونفسي بتقوى الله العظيم الكريم المنان الحنان فالتقوى مفتاه الخير في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا وأسعدنا بالتقوى ولا تشقنا بالمعاس والآثار عباد الله إن ربنا وخالقنا ومالكنا إنما أوجدنا على وجه البسيطة لنحقق شيئا واحدا وهو الإبادة هذا الشيء هو الإبادة وهي الإبادة والإبادة اسم جامع لكل ما أراده الله ربنا من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة من أكل وشرب واللبس وإلى كل شيء لأن الله ربنا وخالقنا إنما خلقنا من أجلها قال عزة من قائل عليم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق ذو القوة المتين في سورة الذارية من أجل ذلك من هذا وذاك فإننا على وجه الأرض فقط لتحقيق الغرض الربان الحقيقي السماوي العبادة لكن العبادة لها مظاهر بعض من الناس يخطي حيث أن كثيرا مننا يقصر ويضيق دائر العبادة في شاعر تعبدية ويظن أن العبادة في أن تقول كلمة شهادة فقط نعم لا بد منها ويرى البعض أن العبادة مقصورة في أن تصلي كل يوم خمس مرة نعم لا بد من ذلك ويرى البعض في الطرف الآخر أو الآخر أن العبادة إنما أن تصم في رمضان إذا حل الشهر والهلال لا بد من ذلك لكن هذا خطأ ويرى الآخر أن العبادة محصورة ومقصورة في أن تحج فقط وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتن من كل فج عميق وأتم الحج والعمرة لله يظن هذا الظن أن العبادة مقصورة هنا هذا خطأ أيضا وفي آخر المطاف يظن البعض أن العبادة في أن تؤدي الزكوات الزكوات الصنوية النصابية أقول هذه الأشياء الخمسة تسمى بالشعائر التعبدية شعائر التعبدية إنها ألامات تدل على أن العبادة موجودة لكن حقيقة الإبادة فوق ذلك العبادة كما ذكرت آنفا اسم جامع لكل ما أراد الله حتى الابتصام في الوجه إبادة أن تلقى أخاك المسلم وأنت مبتسم إبادة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق عبادة يقول الشاعر وكن بشا كريما ذنبساط وفي من يرتجيك جميل رعي أكلك باليمين عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري مسلم برواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلأقها متفق عليه إذن الإبادة حتى في الأكل عينة ومن الإبادة أيضا ألا تحمل الغل والحصة والضغينة ضد المسلمين في قلبك في شريان القلب لابد أن يكون القلب قلبا سليما مطمئنا تجاه إهوانه هي أيضا إبادة ومن الإبادة أن تكفل أذى عن إخوانك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج البخاري مسلم برواية عبد الله بن عمر بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كف الظلم عن الناس وعن المخلوقات حتى الحشرات والدواب من الإبادة ومن الإبادة إباد الله أن تكون أفيفا لسان لا أن تكون شتاما طعانا لعانا لا أخي الكريم لابد أن يكون اللسان لسانا ذربا في الطاعة لأن اللسان عضو من الأعضاء الربانية الموهبية وهي نعمة عظيمة وربنا أمرنا أن نؤدي شكر النعمة فقال وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صورة إبراهيم الآية الصابعة بعد العشر إذن العبادة هي أوسع مما يظن البعض دخولك للمسجد قدم اليمنى عبادة خروجك قدم اليسر عبادة وعكس ذلك عند دخول الدورة المياهية شوفوا العبادة حتى تقليم الأظافر عبادة ندف العبذ عبادة حلق العانة عبادة تقصير الشارب عبادة عفاف اللئية عبادة النظافة عبادة الله أكبر كراءة القرآن الكريم العظيم الجليل وخصوصا في الأيام الرمضانية والمواسم الرمضانية من العبادة ألستم معي كلام واضح كراءة القرآن وإن كتاب الله أوفق شافئ وأغنى غناء واهبا متفضلا وقال في مكان آخر وقارئه المرضي قر مثالك لترجي حاليه مريحا وموكلة رحم الله الشاطبي في أبياته الطيبة الممتعة وقد أخرج الترمذي بسند حسن عن نبي هريتر رنو أن النبي صلى الله عليه وآله وصلى ما قال اتق المحارم تكون أعبد الناس شوف الإبادة ثانيا وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ثالثا وأحسن إلى جاركتكم مؤمنا رابئا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة خامسا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب هذه تبين لك بيانا شافيا كافيا جليا أن الإبادة عبارة عن أشياء أوصع من تذيق الناس لها وما خلقنا إلا لتحقيق الإبادة ومن الإبادة حتى النوم إنك تنام لتكون نشيطا في الإبادة وجعلنا نومكم صباتا والصبات هو القطع الحركات تنقطع حتى تستجم وترجي إلى نفسك القوة النشاطية والبنفسجية حتى تتمكن من إقال الإبادة كما ينبغي ومن الإبادة الوفاء بالأهد وعوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا ومن الإبادة أيضا أن تكون صبورا صابرا قال تعالى كما في سنة الزنر الآهل العاشرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يقول الشاعر صبرك ومن يصبر يجد غبط صبره ألذ وأحلى من جن النهل في الفني الصبر بالصبر الله أكبر تغلأ الشياء ومن الإبادة أن تكون متواضيا لا متكبرا لا تتكبر ولا تتبختر ولا تتغطرس كن رجلا متواضيا إن التواضع من خسال المتقي وبه التقي إلى المآل يرتقي ومن الإبادة أيضا أن تكون لين الجانب أين لا أن تكون غشوما صاحب خصومة في كل فلتة وفي كل لفتة ألستم معي أن المنافق له آيات ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلب وإذا أتوا من خان وفي رواية وإذا خاصم فجر محل الشاهد ومن العبادة أيضا أن تربي أولادك على كتاب الله منذ الصغر علموهم القرآن الكريم العظيم الجليم علموهم السنة علموهم الاتيام إلى المساجد الجمعية الأسبوعية والصلوات الخمس قال تعالى في التحريم الآية السادسة أُو أنفسكم أليكم نارا ومن العبادة أيضا أن تعلموا أولادكم سلة الرهيم تنقول أولادك من أبوج إلى كانو إلى زنفر إلى قصو مثلا لسلة الرهيم هذا من أوكد المؤكدات ومن أوجب الواجبات يا عباد الله لذلك لا ينبغي لأي بكر وزيد وعمر من الناس وهند من النساء أن يقول إن الإبادة فقط في يعني الأشياء الخمسة قوائد الإسلام لا هذه تصمى الشعائر التعبدية أما الإبادة أوسع دائرة من الشعائر كما سبق أن ذكرنا وعشرنا إلى ذلك يا عباد الله ما هي الأشياء التي أدت بنا في الفتنة بنيجيريا الإختطاف والقتل والسرقة والنهب وإراقة الدم والكذب وعدم الشفافية في الأمور السياسية والاقتصادية والعامة والخاصة أنا أقول إن الجوى في الآية الثالثة في الآية الثلاثين من الصورة الثانية بعد الأربعين من الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم موجدين في الآية التالية نسأل الله رب العالمين أن يؤمن بالطاعة وأن يحسن أخلاقنا أن نكون صالحين مطيعين مطبق للصنة إنه ولي ذلك والقدر عليه صلو وسلم وعلىنا بن محمد وآله وصحبه أجمعين مطبق للصنة في الآية الثالثة أخيراً وإثمارنا في الآية الثالثة الثالثة وأنه ي sponsoring النبي محمد اللح يباشي عليه السلام الصلاة كيزو وغا صحبانشي دعالة ينجدنشي دموغابادا يواما سؤال بركة مصدرجة خطباتا سون انتا كنا اسامة سون واتو ابادة يدتكي موضوعي نجي الابادة كما هي ابادة يدتكي 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 اولا تغمده مصدر تغمده مصدر تغمده مصدر كما هو يدتكي واتو 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 ويأكلون كما تأكل الانعام واننار مصدر تغمده تغمده واتو يدتكي يدتكي كيفا واتقو النار التي أعدد للكافرين و china الله يفرخشين سرطة أهل إمران ربي ربهم ذواء اشتركوا في القناة 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 يضعني عليك إسعادة هذا هو السبب العثور في الممكشرة بأسهم إعادة أوائها إخطارها قوتيا يعطيها لماذا يكون اشتركوا في القناة يكي شوالا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أمامي وبشير الصابرين سؤالين يا رب الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون سيكي أولئك عليهم صلوات مرم ورحمة أولئك هم مهتدون زامو جرابيكو دكزا دكزا يالي سافي حسارة ري أمفاننغونا سورو دنيو ما ميوشارة مصحبوري وندي إمو مصيبة تساميرس بسايا ويو الله يا زامي درايوة يا زاكي درايوة دعين درزاكي سوكي انشي إنا لله داما موكاين اللاني كما زي أبندكي سورو دكايش يو كي كي أبندكي سورو دكايانك بل انتنا مملكي كي دكايان ناك كما زواكي ريش زامو كوما كما زي واتقو يومن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كثور من الله يظلم أيا ميتان ده تمانا دعا اشكم البقاء أشيكينا هبريما إبادة هبريما إبادة ونمتنجة يا رسول الله الكيامة والشريني منظ الله سيشروع تتنقام إبادة سابيسا كي كي لا أني بجاء بنده سابيسا كي بايا سنيا أمسا سابيسا كي يا كي دني إلوم ونن تنبيني كان سيشي من السائل أن الساعة وإيكا تم يكن تأشينك أمتشي أنا يا رسول الله هجفة أنا يا رسول الله أنا السائل أن الساعة متى تقام ومتى تقو سيشي كاقة دران الد أكفارة أمانات كتبت كيامات سيشي كاقة توا سيشي كاقة تتجري دستري أمتشي كاقة تتجري دستري سيشي كاقة تتجري دستري أمتشي كاقة تتجري دستري أمتشي كاقة تتجري دستري أمتشي كاقة تتجري دستري ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر